اعتقادا من البعض أنها تمنح صاحبها الطاقة الإيجابية والروحية يحرص الكثير من السياح والزائرين لمدن البحر الأحمر على اقتناء اكسسورات أحجار اليسر الكريمة والتي يسميها الكثيرون المرجان الأسود نتابع حجر اليسر البحري أو كما يلقبه أهالي البحر الأحمر بالمرجان الأسود هو حجر من أهم الأحجار النادرة حول العالم ويقبل على اقتنائه السائحون والزوار تنتشر أشجار الحجر المرجانية في مياه البحر الأحمر وتستخدم في صناعة الحلي والسبح حيث يعتقد كثيرون بأن لهذا الحجر الكثير من التأثيرات الإيجابية اليسر عبارة عن مرجان أسود بيطلع من البحر أو بالنسبة في الغرداء هنا أكثر ما بيعم بالنسبة للشباب لأنهم بيجي منه سبح و بيجي منه خواتم و بيجي منه انسائلات وكحجر كويس جدا للواحد كراحة نفسية ورغم ندرته وجمال شكله إلا أنه يعاني من مخاطر الانقراض نظرا للصيد الجائر ونقص الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية اليسر فيه ناس كتير بتاخده كعلاج وفيه ناس بتاخده كراحة نفسية وعليه ضغط رغم أن اليسر مش موجود اليسر بيجي إذا كان في حاجات متكسرة في البحر حاجات حاجة بتطلع مع الصيادين لأن اليسر أساسا ممنوع ناخده من البحر أشجار اليسر المرجانية تنمو على أعماق كبيرة في مناطق متفرقة بالبحر الأحمر وهي كائنات بحرية يكتمل عمرها بعد مئة عام ومنها الأسود والأحمر والوردي والأبيض ويحضر قانون المحميات قطع هذه الشعاب أو الإتجار فيها عوامل عدة تجعل هذا الحجر الكريم كنزا بيئيا واقتصاديا لمحافظات البحر الأحمر بوجه خاص ولمصر بشكل عام لما يمثله من عنصر جذب للسياحة وقيمة مضافة للصناعة المصرية